اهلا بكم في الحلقة الرابعة من قروي ولا فتاي طبعا احنا عارفين ان الفقرة بتاعة قروي ولا فتاي بتتكون من سبع اسئلة السبع اسئلة دول المفروض ان المشاهدين بيجاوبوا عليهم واول خمسة هيجاوبوا على الاسئلة صح هنقول اسمهم في الحلقة اللي جاي طبعا التفاعل حتى الان لا يرضي الجميع فنتمنى ان التفاعل يزيد شوية في الفترة اللي جاية في عدد المشاهدات وفي نفس الوقت في المشاركات في التعليقات واللايكات وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا اللايك والشير والسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد في القناة ودلوقتي هنبدأ نجاوب الاسئلة بتاعة الحلقة التالتة اللي هم سبع اسئلة زي كل مرة وهنقول الاجابات بتاعتهم خليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا الاجابات بتاعة الاسئلة دي وتعرفوا الاسئلة الجديدة هتكون ايه ان شاء الله تابعونا لغاية اخر الحلقة كان اول سؤال معانا في الحلقة اللي فاتت بعد الفوز الثاني لنادي الزمالك تحت قيادة فريرا كم فوز حقق نادي الزمالك في الدوري العام المصري بما فيها المواسم الملغاء وكانت الاجابة ان النادي الزمالك حقق الف وواحد فوز اما السؤال التاني فكان بعد هزيمة النادي الاهلي من المصري متى كانت اخر خصارة للاهلي من المصري وكم كانت النتيجة اخر خصارة للاهلي وصاد المصري كانت عام 2016 وكانت النتيجة 3 اتنين لصالح المصري اما السؤال التالت اللي كان في الحلقة كم ركلة جزاء سجل احمد سيد زيزو في هذا الموسم بعد ان اهضر 3 جزاء امام السنغال ومصر للمقص احمد السيد زيزو سجل 7 ركلات ترجيح قبل الركلتين اللي ضيحهم في المباراتين السنغال ومصر المقص اما السؤال الرابع فكان كم هدف سجل محمد صلاح في الدوري الانجليزي هذا الموسم حتى الان محمد صلاح سجل 20 هدف لغاية دلوقتي في الدوري الانجليزي اما السؤال الخامس فكان كم دوري حقق مانويل جزيه مع النادي الاهلي طبعا السحر مانويل جزيه حقق مع النادي الاهلي ستة دوري في التلات ولايات اللي لعبهم اما السؤال السادس فكم هدف سجل فورلان في كأس العالم عشرين عشر بجنوب افريقيا فورلان سجل في بطولة جنوب افريقيا لكأس العالم خمس اهداف اما كان اخر اسئلتنا اللي هو كم كانت نتيجة الزمالك والبنك الاهلي في كأس مصر كانت النتيجة ما بين البنك الاهلي والزمالك 28-25 لنادي الزمالك وتأهل من خلالها نادي الزمالك الى الدور النهائي ودلوقتي هنبدأ الاسئلة السبعة بتاعة الحلقة الرابعة من برنامج كراوي ولا فتاي خليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ايه الاسئلة السبعة اللي المفروض تجاوبوا عليه واول سؤال معنا في مباراة مصيرة كانت بين منشستر سيتي وليفربول امتهت المباراة بنتيجة 2-2 في الدوري الانجليزي يا ترى مين اللي سجل الهدف الاول في مباراة منشستر سيتي وليفربول اللي انتهت في الدوري الانجليزي بنتيجة 2-2 اما السؤال التاني فهو كالتالي بعد انتهاء عقد كيروش مع منتخب مصر وفسخ العقد بالتراضي بين الاتحاد المصري وكيروش كم مباراة فاز فيها كيروش مع منتخب مصر اما سؤالنا التالت فريق منشستر سيتي وليفربول لعب العديد من المباراة ما بينهم وما بين بعضهم وكان اخرهم المباراة التي تتهب بنتيجة التعايد 2-2 ما بين الفريقين السؤال هو كم عدد المباراة التي لعب منشستر سيتي وليفربول اما السؤال الرابع اللي معانا النهاردة لعب النادي الاهلي مع النادي المصري في مباراة انتهت بالنتيجة 1-0 الى النادي المصري فكم عدد النقاط التي حصل عليها النادي الاهلي في الدوري المصري حتى الان والسؤال الخامس اللي معانا النهاردة لعب نادي الاتشيلسي مع ساويس هامتون مباراة انتهت المباراة بنتيجة 6-0 لفريق الاتشيلسي وسجل لاعبين سنائية يطرى مين اللاعبين اللي سجلوا سنائية في هذه المباراة اللي انتهت نتيجتها بنتيجة 6-0 لصالح نادي الاتشيلسي في مباراة مصيرة انتهت بنتيجة 3-2 ما بين برشلونة وليفانتي في الدولي الأسباني عايزين نعرف مين اللي سجل الهدف الاول لفريق برشلونة في مباراة برشلونة والبنتي اللي انتهت بنتيجة 3-2 وتم احتساب 3 رقلات ترجيح في هذا اللقاء في سابقة اول مرة تحدث مع فريق برشلونة في الدولي الأسباني أما اخر الاسئلة اللي معنا النهاردة هو السؤال السابع في مباراة برشلونة والبنتي المباراة التي كادت ان تنتهي بالتعايز الـ 2-2 ولكن جاء هدف قاتل انهى المباراة لصالح برشلونة بالنتيجة 3-2 مع ان الذي يسجل هدف الفوز في مباراة برشلونة والبنتي في هذه المباراة المصير وبكده تكون خلصة اسئلة الحلقة الرابعة من برنامج قروي ولا فتاي ونتمنى ان هي تكون اسئلة سهلة وبسيطة وتقدر الجميع يقدروا يجاوبوا هذه الاسئلة وتكون فقرة مسلية لهم ومفيدة ايضا في معلوماتها وطبعا ما ما تنسوش ان احنا الاول خمسة هيجاوبوا اجابات صحيحة هنقول اسمهم في الحلقة اللي جاية وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا لايك والشير والسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان وسلوكو كل جديد في القناة مع تحياتي كريم جمال